افتتح اليوم ودير الثروة الحيوانية الدكتور محمد النظيف يوسف دورة تدريبية حول دور المرأة في تطوير قطاع الثروة الحيوانية مريم عبد الرحيم بهدف تبادل الخبرات والمعارف بشأن المساواة بين الجنسين واعداد استراتيجية جديدة للسعي من أجل توظيف ذات الجنسين فقد نظمت هذه الدورة التدريبية للمشروع الإقليمي لتنمية الرعاة في الساحل من قبل وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني وذلك لدعم تطوير هذا القطاع منسق المشروع الإقليمي لتنمية الرعاة في الساحل ذكر بأنه من خلال الأيام الثلاث القادمة سيتمكن المشاركون من القيام بتوزيع الفرص بشأن هذا المشروع طبعا المشروع هو مشروع برابس مشروع إقليمي لتنمية الرعاة في الساحل فالخدمات البيطرية بصفة عامة والخدمات التي تخص الانتاج الحيواني بالطلب تدخل المرأة في الميدان وذلك لابد أن يكون خطة خطات توضح الكيفية المرأة تستفيد من المشروع وزير الثروة الحيوانية والانتاج الحيواني أشار إلى أنه يجب على المشاركين في هذه الدورة أخذ كل التعليمات اللازمة من أجل تطبيقها أعتقد لا يمكن لأي تنمية ولأي ثروة حيوانية أن تتطور ما لم يشارك الرجل والمرأة سواء موضوع المشاركة الجماعية دور المرأة والرجل إذا ما كان سويا ليس هناك تنمية إطلاقا نذكر بأن القطاع الرعوي يأخذ حيزا كبيرا ودعما قويا للاقتصاد الوطني إذا ما استغل بطريقة أفضل